في كلمة السر الحقيقة النهاردة هنبدأ كلامنا من كلمة السر مهمة كلنا بنتكلم عنها دلوقتي القمة العربية اللي تنعقد بكرة إن شاء الله بإذن الله في جده في السعودية الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل النهاردة لجده علشان يشارك في القمة وزي ما قال السفير أحمد فاهمي المتحدث باسم الرأس الجمهورية مصر حريصة لأنها تشارك في أي عمل عربي جماعي حريصة على أنه تبقى موجودة توحد الصف تعمل دور إيجابي في تجميع العرب لأن إحنا عندنا مشاكل وقضايا كتيرة جدا الحقيقة مصر حريصة كمان على تطوير العلاقات وتقويتها مع كل الدول العربية الشقيقة إن إحنا نتجاوز أي خلافات إن إحنا نكمل دورنا كمصر في تعزيز جهود دفع عليات العمل المشترك ودوحيد الصفوف على شدة في النهاية هيبقى مصلحة كل الشعوب العربية حيات قمة جده جاية في وقت مهم وقت مهم بالنسبة للمنطقة كلها المنطقة المشتعلة من سين كتيرة في وقت الأوضاع في السودان الحقيقة مقلقة وصعبة وبتحز في قلوبنا وبتوجعنا الحرب اللي لسه شغالة بين الجيش الوطن السوداني وبين ميليشيات الدعم السريع الحرب دي اللي لازم تقف الحقيقة لأنه العشقاء في السودان ما يستهلوش كده ويستهلو أن يبقى في استقرار لأول مرة كمان سوريا بترجع والرئيس السوري هيشارك في القمة بعد غياب 12 سنة عن الجامعة العربية وعن الصف العربي وده حاجة إيجابية جدا لكن كمان لازم القمة العربية حتى على أجندة أعمالها أنه يبقى فيه حلحلة للأزمة في سوريا بشكل حقيقي وعودة اللاجئين وأنه يبقى فيه عادة أعمار في سوريا عندنا الأزمة في ليبيا والأزمة في اليمن اللي محتاجين تدخل للحقيقة وعندنا صلب أضيانة الأضياء الفلسطينية وإحنا شايفين الاعتداءات الإسرائيلية جبانة الحقيقة في الفترة الأخيرة على الأشقاء في فلسطين واللابد أنها تتوقف ومصر لعب الضول مهم جدا في حق ندماء الأشقاء في فلسطين في الفترة اللي فاتت لازم يبقى فيه سلام حقيقي ولازم نوصل لحلول حقيقية لأم الأضايا الأضياء الفلسطينية كمان عندنا الدول العربية كلها بتعاني في الفترة الأخيرة بعد كورونا وبعد الأزمة الحرب الروسية الأوكلانية أزمة الأسعار وأزمة اختفاء السلع وزيادة الأسعار دي العالم كله عاني منها والدول العربية بتعاني منها وأعتقد أن المسالة دي ومسالة توفير السلع خصوصا السلع الغذائية للشعوب العربية على رأس مناقشات القادة في قمتهم بكرة إن شاء الله مناقشات القادة